وهميلة عدو لجنة الدفاع الأمن القومي أولا مساء الخير مصر بلا طوارئ مرة أخرى بعد هذا القرار التاريخي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة القرار أسعد الشعب المصري كله ويعني في البداية طبعا متقدم بوافر الشكر والتقدير لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار والحقيقة يعني أنا يمكن كنت في الفصل التشريع السابق في مجلس النواب أدو في مجلس النواب والطول العقاد الأول في هذا الفصل الحقيقة كان دايما سيد الرئيس مجلس الزراء في بيانه لينا في المجلس كان بيؤكد على أن حتى حالة الطوارئ نفسها كانت تستقدم عشان الحالة اللي كان فيها البلاد من العمليات الإرهابية يعني الحمد لله طبعا في ظل هذا الاستقرار الأمني اللي موجود في مصر وفي سيناء كمان الحقيقة بنفخر به ان احنا إدنا الحقل يعني نوقف العمليات الإرهابية في سيناء بشكل تقريبا كامل الحمد لله والحقيقة يمكن المبوض القرار اللي أصدره السياطة الرئيس فيه كل ما كنا نتمنى وفيه فعلا يعني اللي هو ايه اللي هو يا سيد تناب كل ما تترناه الحقيقة ان المنظمات الدولية دايما بتقيس الأمان والاستقرار في بلاد ان ما يبقاش فيها حالة الطوارئ ودي كانت نقطة مهمة جدا ويمكن في خامة الرئيس التجاد اللي المطالب الشعبية كانت بتؤكد على هذا المطلب وايضا الرظامات الحقوقية كانت دايما يعني تقول ان احنا عندنا حالة طوارئ بالرغم ان هذه الحالة حيات فقلت لحياتكم لم تستخدم الا لمكافحة العمليات الأمانية وكان دايما السيد الرئيس باقي السراء بيؤكد واحنا كنواب كنا بنؤكد على هذه النقطة لا معنى استتناب النقطة دي مهمة ان حالة الطوارئ لم تؤثر على المواطن الطبيعي او المواطن المعادي نهائيا نهائيا كان بيبقى فيه التزام من الحكومة باستخدام الاجراءات بتوحها حالة طوارئ في مكافحة الحكومات الوهبية داخل البلاد فقط وكان تأكيد من الحكومة في كل المرات في التبقى وحيات التشريعي الحالي طبعا الاتقرار الموضوع في البلاد والحالات التنمية الحمد لله في كل ربوع مصر والحقيقة انا مقدرش انسى ولا انكر فضل عند ارأة اقليمية الحقيقة مشروع الحالي حياة كريمة في القرى المصرية اللي نرصد له 700 مليار جنيه والحمد لله ان برحلة الاولى في بدأت بقالها حوالي 6 شهور وبتشمل 1500 قرية ده بالعكس الحقيقة يمكن ادى الى حالة استقرار في القرى الريفرية بشكل جيد جدا ان الفقامة الرئيس والدولة المصرية مليستش هذه القرى وانا حقيقة عمل عملية التقرار نفسي للناس الطيبين اللي في بلادنا الريفية انا اتكرر شكري وتقديدي لهذا القرار والفقامة الرئيس شهت النائب صلاحة أبو هميلة السود طبعا تماما حاج في البلد ولا ايه بشكرك شكرا جزيلا شهت النائب صلاحة أبو هميلة لا ادولا